بسم الله الرحمن الرحيم ثم تجعون من دون الله أغني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات جيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين ومن أول ممن يجعو من دون الله من لا يستجيم له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الوفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير وبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ولموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وبصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها وبضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أنت الله وأصلحني في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قولي وهما يستغيثان الله ويلك آذ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يغلبون ويوم يواردوا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق به مما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يكترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذرواه قالوا أنصتوا فلما قضي بلوا إلى قومهم منذلين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعج بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاقبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبكوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاتقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يغرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الذقاب حتى إذا أصخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعض وإما فداء حتى توع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبذوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف فكان آقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار بسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتمعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقود فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعنه وأنهار من خمر لزة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حبيما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمر إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتمعوا أهواءهم والذين اهددوا سادهم هدى وأعطاهم تقواهم فهل ينمرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فعنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرسي عليه من الموت فأولى له قاة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يغربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رغوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أم لن يخرج الله أغوانهم ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضره الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يفتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أورانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستمدل قوما وغيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ وَيَغْدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ بَيُتِمَّ وَيَغْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَطِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْوَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايْعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايْعُونَ اللَّهَ يَدُوا اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَذَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم غروا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ولنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وولنتم وانسوا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتبنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذم من يشاء وكان الله وفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذوا هاذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قبله فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعرام ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تقيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتظل يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقبروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو آت لكم الذين كفروا لبلوا الأدبار ثم لا يجدون ظنيا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أوفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيمكم منهم عروة بغير عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فولا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كثوع أخرج شطأه فآزره فاستغلوا فاستغى على سوطه يعجب الزرى ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عنهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضوا أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعطيلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لا نفتم ولكن الله عبر إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكوه إليكم الخفر والخسوق والعصيان أولئك هم واشدون فولا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتفلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئسا اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتن بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أترضكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تقل الله ورسوله لا يرفكم من أعمالكم شيئا إن الله رفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجموا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا قرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليل أفلم ينوروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فور والأرض مدلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مليل ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قزع نضيد الرزق للعبار وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب رس وسبوج وعاد وفنعون وإخوان نوح وأصحاب الأيكة وقوم ثبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول من هم في لوس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرر إليه من حول الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعود ما يلفر من قول إلا لديه وقيب عتيد وجاءت سكوة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفغ في الصور ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك وقاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير مرتد مريب الذي جعل مع الله إلها أعرف ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بغلاب للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشيا ورحمان بالغيب وجاء بقلب منيد قد قلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مستنا باللوب فاصبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الورود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونبيت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض هم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعميد بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذرا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تواجون لصادق وإن الدين لباقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعزلون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء لرحكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون هل أتاك حديث ويف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرعو إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عزيم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عطيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العزيم قالوا ي 계속قفا للحصول لحصول لحصول إلى أهله فقط فى الن borرى 来ه